اهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا اكيد لكل شيء وجهين او جانبين جانب سلبي وجانب ايجابي التكنولوجيا وهي لغة العصر بوسائلها وطبيقاتها المختلفة بتعتبر سلاح دو حدين لها طبعا من الجوانب الايجابية اللي اكيد مفيش حد يقدر يرنكرها انها بتخدم البشرية بشكل عام يعني اوجه مختلفة وبشكل كبير جدا وواضح وملموس ولكن الحقيقة وايضا بتسهل وطورت كتير وسائل التواصل ما بين البشر في مختلف انحاء العالم لكن الحقيقة على الجانب الاخر اكيد لها سلبيات ولها اضرار ايضا ملموسة وواضحة ويمكن من ابرز هذه السلبيات والاضرار انها ممكن الافراد في استخدام وسائل التكنولوجيا والاعتماد عليها بشكل كبير بيؤدي الى الشعور بحالة من العزلة والاكتئاب وخصوصا كمان ده بيأثر على الاطفال وبيكونوا سهل جدا ان هما يتعرضوا لهذه الحالة ايضا الحقيقة فيه دراسات كتير بتؤكد وبيؤكد العلماء من خلالها انه الاطفال كمان ممكن من خلال الافراد في الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير ده بيسبب ليهم ايضا سلوك عنيف وبيصعب عليهم عملية الدراسة بشكل كبير خلينا نتكلم عن التكنولوجيا اضرارها وسلبياتها وازاي ناخد بس الجانب الايجابي منها ونتعامل معاها بشكل ايجابي واحنا طبعا وهي زي ما بنقول لغة العصر واكيد علينا ان احنا نستفيد منها خلينا في البداية نرحب بضيفنا فيه لستوديو دكتور محمد صبرة استشاري الصحة النفسية والارشاد النفسي دكتور محمد صباح الخير واهلا محضرك معنا صباح ورده احرارتك انا وسهلا بك فلا دكتور محمد حضرك شايف استخدام التكنولوجيا وانتشار الوسائل التكنولوجيا المختلفة وتطبيقاتها المتعددة ما بين كل الفئات العمرية بتقيم ده ازاي وشايف قد ايه ممكن يكون مضر وممكن يكون مفيد بداية يعني موضوع جميل جدا وشايق هو فعلا موضوع العصر التكنولوجيا لها ربنا صحنا تعالى خلقنا في البداية عشان نستمتع بحياتنا ولكن الشيء السلبي اللي بيزاعلنا ان سوق استخدام الأداة والآلة اللي ربنا صحنا تعالى ادهلنا عشان نستمتع بيها التكنولوجيا حاليا دلوقتي اصبح كل بيت وكل دلوقتي بقى المكاوبة على مستوى الأب والأم على مستوى المراقين على مستوى الأطفال بيستخدامه جانب ايجابي وجانب السلبي فانا حابة اتكلم عن الجانب السلبي الأول حاليا في الوقت الحالي تبص ان على مستوى الأسرة نفسها بيجي بعض المظاير تلاقي الأب والأم في البداية عشان في حالة عزلة وحالة خارس زواجي هو بيجي من شغله هي بيجي من الشغل كل واحد قاعد ماسك الموبايل بتاعه شغاله على الفيسبوك على واسقاب على وسائل التواصل بشكل فعال مفيش لغة حوار فبالتالي بوصلنا حاجة مرحلة صمت اختياري أو باكب اختياري طب بالتالي تتابعوا الأطفال أو المراقين هم شايفين النموذج بداعهم الموديل بداعهم يعني هو القضوة بتاعتهم مفيش تواصل أصلا فعال بين الأب والأم فبالتالي بنابدأ نعمل حاجة تعلم بالنمزجة الموديلينج بلانا عليه بابدأ أنا كطفل أنا كمراهق أبدأ برضو أقال للنفس السلوك السلبي أنا أبدأ أعمل التواصل الاجتماعي مع حد من جماعة الأكران على مستوى الأصدقاء على مستوى الأطفال نفسهم أبدأ أخش أفتش أشوف إيه الفيديوهات سواء كانت سلبية أو إيجابية اللي بتأثر بقى العالي اللواعي وأخذ الجانب السل طيب دكتور محمد خلينا نتكلم عن فكرة العزلة والاكتئاب اللي ممكن يسببها الإفراد فيه الاعتماد بشكل كبير على التكنولوجيا زي ما حضرك بتقول وأدي إيه ده بيأثر على مختلف الفئات العمرية يعني أدي إيه بيأثر على الكبار وأدي إيه بيأثر بشكل أكبر على الأطفال حضرتك الأسف الشديد في الوقت الحالي بعرغم التقدم العالم والتكنولوجيا والجميع اللي وصلنا حاليا في الوقت الحالي اللي حممر بيه ولكن برضو الأسر استخدام التكنولوجيا على العزلة والاكتئاب حضرتك يعني نعرف إبماني الإنترنت هو الاعتياد على مشاهدة شيء محدد أنا كطفل أو كمرايك أو كأب أو كأم بعد تدع أنا أشاهد سي بسلا سي برنامج على الفيسبوك على التواصل الاجتماعي بيأدي مع تدول الأيام واستمرت الأيام بيأدي لحدوث الشعور بيبدأ أن يتم انسحابي من الحياة الاجتماعية الواقعية يعني في النهاية وده عالم وسائل التواصل الاجتماعي دي بتتيح عالم افتراضي مش العالم الواقعي الحقيقي بالضبط بدأت سحابني لخدني العالم الافتراضي طبعا عالم افتراضي وفي مؤسرات جميلة جدا مؤسرات صوتية ومؤسرات بيأغانية بالمسيرات فبالتالي ببدأ أكون أكون بقى شبكة علاقات تانية أبدأ أخش أعمل بقى في حالة التواصل بيليو بين جماعات وكتتيب تانية أحنا ما نعرفهاش يبدأ كده دي وصلنا نقطة تانية بعيدة خالص وهي الجيل الرابع للحروب يعني الجيل الرابع للحروب هو حرب إنه نبدأ كده ناخد إشعاعات وناخد بعض الأقوال المقصورة من الناس هدفهم أصلا يعني مهاجمة الدولة المصرية وأبدأ أروج إشعاعات وأبدأ أخش في فكرة تانية خالص وفي إطار غير شرعي بسبب السحابي للعالم الافتراضي اللي وردك على التكنولوجيا ده بالنسبة للكبار الأطفال أيضا بيضاف ليه الحقيقة من الأضرار والسلبيات غير العزلة والاكتئاب زي ما حضرك أكيد بتقول كمان إنه ممكن يكون أحد أسباب العنف عند الأطفال رأي حضرك في الكلام أحاولة دي مش عنفه بس أحد الإشكاليات اللي بتأثر على الأطفال هي بتعمل انتماش في الوظائف الإدراكي المخ فيه هيرمون اسمه هيرمون الميلاتونين الهيرمون ده تحضراتك بيتم بسوق استخدامه عند إصدار موجات الكهرماناتصية ده المرتبط بوقت النوم أو بيتمفرزه قبل النوم والأسف الشديد جدا بيعملت تعطيل وسوق استخدام عشان الموبايل بيتم إصدار موجات كهرماناتصية فالضوء اللي طالع ده بيأثر على الشبكات العين وعلى المخ النفس بشكل فعال ده بيأثر على الوظائف الإدراكية للمخ بيعمل إن كماش الوظائف الإدراكية للمخ اللي هو الانتباه للعمليات العقلية المعرفية العليا زي الانتباه زي التركيز زي الزاكرة إذا قد ركسرت المدى طولت المدى لعاملة فبالتالي الطفل لما ييجي في عملية التحصيل الدراسي مستوى التحصيل الدراسي بيتأثر الحية سلبية بوضوح بالضبط وكأن في حالة تشويش على العقل نفسه فبالتالي مستوى التحصيل الدراسي أو متدني مستوى القدرة على التفاعل بشكل عام أو متدني بيبدأ بيعمل مشاكل سلبية يخش في حالة اكتئاب اللي هو بصلا بمستوى التحصيل على مستوى اليوم مثلا سي بيحصل معلومة عانا في معدل سي ديئة لا ممكن يقعد سي 30 ديئة مع الحصة المعلومة بالشكل البعض دكتور محمد بيقول أنه على العكس التعامل الأطفال والأجيال الصغيرة مع وسائل التكنولوجية المختلفة الحقيقة بيتيح لهم فرصة أن هم ينموا زكاؤهم لأنهم بيكونوا قادرين أكتر على يعني فهم هذه الوسائل المختلفة والتعامل معها بشكل أكتر من الكبار رأي حضرك في الكلام ده أنا طبعا مع التوجه الجميل دوتا وفعلا ما فيه الشك أن التفاعل مع التكنولوجيا والميديا بشكل جميل جدا ده بيؤدي لتنمية الجوانب العقلي المخ ويبسر على السرعة الإدراكية حضرتك الكرات للأيباد لو كان وزارة البلاد التعليم للأيباد كان فيه هجوم شائع جدا من الأسر طبعا إزاي أن الطفل يستعمل أيباد في المدرسة والسرعة التابلت إزاي الطفل يستعمل التابلت في المدرسة ولكن مع تداول شهر 2-3 أصلينا الطفل بقدر يتفاعل بفعالية والشباب يتفاعله بفعالية أكتر من الكبارة وحق النجاح وفعالية التكنولوجيا لها أثر كبير جدا جدا على تنمية القدرات الزكائية بالأخص لعملية العقلية المعرفية العليا زي الانتباه والتركيز والزاكرة لأنها بتؤثر على الصرعة الأدراكية الموقع العامل زي الريمات وبالتالي الطفل كل ما يعني اعتاد اعتاد الصحيح أن تفاعل بشكل كويس جدا مع التكنولوجيا بتؤثر على العمليات العقلية النمائية ولكن بشروط ده أكيد بشروط خلينا يعني هنقولها لكن يعني نوضح برضو للمشاهدين اللي بيسمعونا في البداية إزاي بيأثر على الأطفال الإفراد في استخدام التكنولوجيا وقد إيه الأعمار اللي بتتأثر بشكل أكبر ومن إمتى نقدر نقول الطفل يتعامل مع التكنولوجيا وبمدة قد إيه وبشروط قد إيه جميل جدا رقم واحد الأعمار الزمنية للأطفال لو قلنا مثلا من عمر من ثلاث سنوات ده مفترض حضريك أن الطفل حد أقصى يقعد ساعة يشاهد الفيسبوك أو سير التواصل حد أقصى ساعة ومشاركة الوالدين لازم أن يكون الأب وأم قاعدين بيشاركوه في المشهد أولا أما الحاجة بي الأجابية هي الحاجة السلبية طبيا الموقف ده عجبك فيه إيه عشان ما يتمش انسحابه للعالم الافترودي بعد كده الأعمار بعد كده يعني نكلم مثلا من سن أكبر بالتعامل ازاي مع التكنولوجيا حارك من عمر الثلاثة خمس سنوات ده حد أقصى ساعة من عمر ست سنوات لعمر تسعة سنوات ساعتين برضو متابعة الأب والأم من عمر التسعة سنوات لعمر اتناشر سنة حد أقصى حد أقصى ثلاث ساعت برضو متابعة الأب والأم نبدأ كده نخش نعم الحارة من الاثناشر فيما فوق مكسيموم مع تقريبا من الاثناشر الواحد وعشرين مكسيموم خمس ساعات فيه دراسة بريطانية في 2019 تم كدراسة طولية كده على حوالي 2500 طفل وجدوا ان حضرتك معدل نسبة المراهقين اللي بيشاهدوا الوسائل التواصل الاجتماعي اكتر من خمس ساعات كانوا اكتر عرضة لفكرة الانتحار فقزب من خمس سنوات قزب من خمس سنوات قزب من عمر قزب من خمس ساعات حرج لها تأثير سلب كبير جدا ده حضرت بتكلم الموضة دي كلها في اليوم يعني خلس ساعات في اليوم ثلاث ساعات في اليوم اه بيكسر موما على مستوى الاطفال قلت حرج من ثلاث سنين حد اكتر ساعة من عمر ست من عمر من تسع من ساعة سنوات لاثناشر سنة حد اكتر حد اكتر ساعت من اثناشر سنة فيما فوق حد اكتر خمس ساعات وده ناتج عن درسات في درسات طولية بتقول ان حرجك ما ينفعش ان الطفل او المراهق بصفة خاصة يشوف قزب من خمس ساعات لان دي كلها بتؤثر او تديني العوائل محفزة للانتحار طيب دكتور محمد الحقيقة يعني ما نقدرش ننكر الجانب الايجابي للتكنولوجيا وانتشارها بشكل واسع وان هي لغة العصر وبيتم الاعتماد عليها بشكل كبير سواء في العمل او كمان في الدراسة والتعليم زي ما احنا تبعنا مؤخرا انه ده اصبح امر واقع التعليم عن بعد والتعليم اونلاين ازاي نقدر نستخدم التكنولوجيا استخدام امن وخصوصا للاطفال بما لا يؤثر على قدراتهم زي ما حضرك قلت سواء الاستيعابية الانتباه الذكاء الاستيعاب يعني ما الى ذلك من القدرات بل بالعكس الجانب اللي ممكن ينمي قدراتهم المختلفة سواء جميل جدا بممتها الامانة وده اعتقد بيلبي احتياج كل اسرة وكل طفل وكل اب حركة مفترض لقم واحد ان انا كاب اعمل حاجة اجتماع اثري كل اسبوع او كل اجتماع اثري وعمل خطة فيه ان انا كاب مفترض ان كل يوم اعمل حاجة الاسبوع بس كل يوم انا فيه اجتماع مؤقت بسيط ابدأ اتناقش فيه كل يوم مع الطفل ومراهج حضرتك انت عملت ايه النهاردة ايه جدوى اعمالك والله انا النهاردة سي ساحت من النوم فتررت صليت لابت الرياضة زاكرت جيت من مدارسة عملت الهمورك بتاعي لابت العابرة ديه بتاعتي الاخي 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 وابدأ اعلم الاطفال وابدأ اعلم الشاب مهارة التخطيط انه يبدأ يخطط على مستوى اليوم وابدأ اعدي كل وابدأ اعدي تايم انا عملت يسيم وابدأ تايم بالهدف منه انه ابدأ قريقي بوقتي ده ممكن يبدأ من سيمي كما دكتور اه حاركة يده من عمره 4 سنوات من عمره 4 سنوات ابدأ اعلم الطفل مهارة التخطيط انه انا ابدأ اعمل كل حاجة ابدأ احددها اعمالها امتى وفين وازاي والوقت بتاع حد ايه موارد التقديد ده تخلي الطفل هو بيستكشف ذاته بيستكشف قدراته بيستكشف ممدى إهضار الوقت اللي هو بيهدره وفيين وإزاي ويكون عنده أهداف محددة محتاج أنه ينجزها في وقته معين بالزبط كده يعني أقول أعسابي المثال نخب المثال على طفل صغير عنده 4 سنوات طبعا السيدة مشاهدين بقولك الناس بتتكلم لا بنتكلم بشكل علمي نخب المثال دلوقتي لو حريكي لو طفل عنده 4 سنوات تخليل حريكي نحن ممكن نعلمه عرض التقديد الزي لو كل طفل قبل ما ينام أبقى كده كانك أمك أب أبقى أتنايش معاه أنت بكرة ناوي تعمل إيه ولك يا أمام أنا أصحى الصبحة ألعب مع زمايلي وممكن نروح الأكاديمي أو ممكن نروح المدرسة أو الخلافة طيب تعال نفكر مع بعض نخاطب مع بعضين تقويرك أنت الصبحة تصحب النوم تشرب المشروب بتاعك أو تفطر وبعدين بيستروح المدرسة ولما أدى ما هو بسنسيه أربع ساعات في المدرسة وهتيجب بسنسيه على الصاع 12 أو الصاع واحدة نعمل إيه مناقشة مفتوحة خاصة مع الطفل اللي كبير ما ألعب طب إيرك قبل ما نلعب نبدأ كده نأخد نبدأ ممكن ننعمل نشخات أو هوية هدفة ممكن ندرسيه مساعة وباليسة ممكن نروح الموسيقى وبعدين ممكن نبدأ نتعلم الصلوات كلها تخطيط ممكن نعب على التابلت أو الآيباد أو موبايل بتاعك لمودل سي نص ساعة إيه رأيك؟ طيب دكتور محمد الحقيقة يعني خلاص في البعض عنده أمر واقع أنه أصبح إدمان سواء عند الكبار أو حتى الفئات العمرية الصغيرة والأطفال إدمان لاستخدام الهواتف الذكية تطبيقات التكنولوجيا المختلفة لما نوصل لمرحلة الإدمان إزاي نواجهها تدريجيا علشان نقدر نعدل تاني التعامل مع وسائل التكنولوجيا المختلفة هو فكرة الإدمان فكرة جميلة جدا طيب نتكلم عنها عايز حبيب أوجه رسالة الشباب فيما يقول له مأصورة جميلة أول بتقول لشابه كل يوما جديد يأتي عليك الشهيد يقول لك اخترمني فلن ولا أعود عشان يوم القيامة لا أشهد معك لا أشهد ضدك بمعنى أن حضرتك كل شاب يبقى مصر على مدار اليوم عمالي ضيع وقت على الفاضي فحاجات هو مش يعني أخير هدفة وغير منجزة وغير مشبعة ويلخ يلخ يلخ فتخيل بقى أنت قمت الوقت ده اللي أنت بتقدرها على مدار اليوم الكامل في حد غيرك بحق هدفك في حد غيرك خد الوظيفة اللي أنت عايز بها في حد غيرك ممكن يكون مختار شركة حياتك اللي أنت نفسك تتجوزها يعني ده بالنسبة يوصل للمستوى طبعا الأكبر عقليا طبعا وسنيا لكن لما نتكلم على الأطفال حقيقة بعضهم وللأسف كتير منهم فرضت الظروف الأخيرة وحالة الإغلاق ولتوقف الأنشطة لشهور بسبب جائحة كورونا أنه لزموا أجهزة التابلت والموبايل الهواتف الزكاية وتطبيقات التكنولوجيا المختلفة ووصلوا بالفعل لحالة إدمان ويمكن ده أظهر كمان بعض السلوكيات العنيفة زي ما حضرتكم تبتتكلم في البداية إزاي يتم التعامل معاهم بشكل مفهوش اصطدام بأولياء الأمور أو الأهل طب أنا بدين أحب أجري سدابة صغيرة أحب أشكر القيدة المصرية للدولة المصرية لأنها فهناً تولي اهتمامها بالأطفال والشباب معنا حارتك يعني فيه كنوزة عندنا في بلدنا بس للأسف الشديد الأباء والأمهات عندهم جهل ومعلومات بيها بمعنا حارتك عندنا أسهل الثقافة وملكة الشباب فيها كمية أنشطة لا تتخيلها تخص أسهل الثقافة دا فيها النشاط خاصة بالهوايات الاهتمامات الموسيقى الرسم ناس مدربين وناس أخصائيين حد من حد إسبشاليست متخصص هدفه كله الشامل أنه يرفع كفاءة وقدرات الأطفال بشكل قوي جدا كتير جدا من الأباء والأمهات ما عندهم شي خلفية أن أسهل الثقافة دا ما مدى الأنشطة اللي بتقوم فيه وكنز كنز مجانا إداره تديل حضرتك تويتعك اتفضلي أكيد طيب إزاي نجذب الأطفال لهذا الكنز أو هذه الأماكن اللي فيها أنشطة يعني تفاعلية واجتماعية وترفيهية وثقافية مختلفة إزاي نجذب الأطفال تحديدا اللي خلاص أصبح الموبايل بنسبالهم إدمان والتكنولوجيا بشكل سلبي مش إيجابي إزاي نجذبهم للحاجات التانية جميل جدا هارج بقص في حاجة ما هي السي بي تي علاج معرفة سلوكي لابدأ لكم واحد أبدأ أتكلم عن أسر الثقافة لو عما صور أطفال أبدأ أتكلم عن أسر الثقافة دا شكله إيه عامل إيه الأنشطة اللي فيه إيه الحاجات الحلوة اللي ممكن إيه الحاجات الحلوة اللي ممكن إليها جواه أدى كده ونقشة مفتوحة واجيب ممكن أخوش أجيب بعض النمازج الصور الموجودة عن أسر الثقافة والأطفال اللي في نفس الفائل العمرية والأنشطة اللي بيعملوها والحاجات الجميل اللي هو تعالوا بالنمزجة ابدأ يشوف حاجة مرئية ثاني حاجة أبدأ أخده أصحابه معي وأشيركه في نشاط عن طريق حاجة اسمها المعززات يعني سيء النهاردة راح لأسر الثقافة فهرسم ناس معينة أو أشتغل بالمسيطة في جهاز معين فأول ما يحقق الهدف دا أبدأ أنا كاب أديره حاجة أعمل زي صبرت عززوه على السرق دا تدريجيا النهاردة راح أصر الثقافة شاف نشاط معين ويجاب حاجة معينة وبدأ يرسم بدأ يلون بدأ يشوف موسيقى فلو احنا رجعنا بقى على جدول أعماله اللي هو حضرتك الخطة أو مهارة التخطيط فالشغال عليها فعالها حضرتك إرجابه الفجوة بدأ ما كنت لسي بعود على الموبايل خمس أو أربع ساعات لأصبح الأنشاطة اللي موجودة في أصول الثقافة بتحتل وقت أكتر بالضبط شغال وقت الجنجل الطفل على تطبيقات التكنولوجيا المختلفة بشكل سلبي بعيدا طبعا عن الشكل الإيجابي اللي علينا كلنا نحن نستغله دكتور محمد صبرة استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي بنشكر حضرتك شكرا جزيلا أهو صبرة أهو صبرة جدا 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 مشاهدينا بكده انتهت حلقتنا النهاردة من هذا الصباح بنشكركم على المتابعة وغدا أخبار جديدة حوارات وموضوعات جديدة وفريق عمل جديد إلى اللقاء